بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المعاوضة وعقد رضائي ومن عقود التصرف وما إلى ذلك وشوفنا بعد كده العناصر بتاعته وشوفنا الأركام بتاعته وشوفنا التزامات الطرفين البائع والمشتري وما إلى ذلك وخلصنا على خير وراجعنا في حاجات كتير جدا بعد كده اتكلمنا عن عقد الإيجار وقالنا أن عقد الإيجار هو عقد يمكن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء مقابل أجرة بيدفعه المستأجر وبعد كده برضو اتكلمنا عن الخصائص بتاعته أنه عقد رضائي عقد ملزم للطرفين عقد معاوضة وكان ما يميزه أنه عقد مستمر أو عقد وقتي يعني الزمن فيه اعتبر عنصر جوهاري وأن لم يكن شرطا وبرضو ما كان يميزه أن الأجرة فيه قد تكون نقدية أو أي تقدمة أخرى واتكلمنا عن عناصره واتكلمنا كمان عن أركانه وبعد أركانه اتكلمنا عن التزامات المؤجر والتزامات المستأجر وساعتها برضو ركزنا وقلنا عزيزي نفرق ما بين قانون إيجار الأماكن وقانون الإيجار اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الإيجار الجديد فيه فرق بين ده وبين ده لأنه ده بتحكمه نصوص قانون ده بتحكمه اتفاق اللي هو العقد شريعة المتعاقدة طيب النهاردة هنوصل إن شاء الله للعقد الأخير عندنا في المنهج اللي هو عقد التأمين ما يميز عقد التأمين إنه إحنا شفنا عقد البيع لتعريف عقد الإيجار لتعريف عقد التأمين لتعريفين وده ما يميزه وده اللي تتركز عليه علشان لما يجيلك في الامتحان يقولك عرف عقد التأمين هعرف أني واحد هنشوف دلوقتي التعريفين وهنشوف إزاي نميز ما بين التعريف الأولاني والتعريف الثاني والتعريف دي اسمها تعريف إيه أول حاجة بنتكلم في عقد التأمين التعريف القانوني دي حاجة بيتميز عقد التأمين هي ما كانتش موجودة في عقد الإيجار ولا في عقد البيع التعريف القانوني بنعرف العقد التأمين التعريف القانوني بيبدأ بكلمة عقد يحصل بموجبه المستأمن هنتجم كل دا 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 الوقت المستأمن من المؤمن على تعهد بتقديم أداء معين في حال التحقق قطر محدد وذلك مقابل دفع ثمن يسمى قسط أو اشتراك نبدأ نترجم عقد خلاص نحن عارفين عن عقد بيحصل بموجبه المستأمن وهو الشخص اللي بيروح يعمل أو يطلب التأمين أي شخص يروح يطلب تأمين على حياته أو تأمين على عربيته أو مصنعه أو ممتلكاته من المؤمن المؤمن اللي هو شركة التأمين على تعهد شركة التأمين لما بيروح مش بتديره على طول الفلوس لا دي بتتعهد له تعهد بتديره أداء معين الأداء دا قد يكون نقود وقد يكون إصلاح الشيء اللي بازل نفسه وهكذا زي ما نتكلم بالتفصيل إن شاء الله في عقد التأمين بتقديم أداء معين إمتى؟ إمتى؟ في حالة تحقق خطر الخطر اللي أنا راح أأمن منه لو سواء خطر حريق خطر وفاة خطر حدثة خطر سرقة وما إلى ذلك مهم حقق الخطر محدد يعني بنحدد الخطر دوت في العقد طب مقابل إيه؟ دفع ثمن ثمن ده من اللي بيدفعه المستأمن بيسمى قسط أو اشتراك ليه بيسمى قسط أو اشتراك؟ لأنه بيدفع على دفعات أو في شكل اشتراكات طب ده اسمه التعريف القانوني التعريف القانوني لسه أقول لكم من شوية إن إحنا عندنا تعريفين ما يميز عقد التأمين إن وجود تعريفين أما التعريف الثاني اسمه التعريف الفني يبقى ناخد بالنا لما يجلنا في الامتحان يطلب مني التعريف القانوني ده تعريف التعريف الفني ده تعريف آخر ما نخلطش ما بين لي اتنين علشان تبقى إجاباتنا صحيحة وناخد الدرجة بتاعتنا كم التعريف الفني بنقول تعريف الفني العقد التأمين هو عملية عملية شوف التاني التعريف القانوني قلنا عقد قلنا ايه عقد اما التعريف الفني بنقول عملية يحصل بمقتضها احد الطرفين المؤمن له اللي هو الشخص اللي راح يطلو بالتأمين نظير يعني مقابل دفع قسط القسط اللي هو الاقصاد اللي يدفع سواء شهرية او ربع سنوية او نصي سنوية او هكذا حسب الاتفاق نظير دفع قسط على تعهد يبه هو بيحصل برضو على تعهد يعني انا راح اتعاقد مع شركة التأمين باخد منها تعهد لصالحه او لصالح الجير يبقى هنا التعهد ده قد يكون لي لشخصي ان انا طالب بالتأمين وانا اللي هستفيد وقد يكون لصالح الجير يعني ممكن يكون التعهد ده لصالح الجير يعني اللي هستفيد شخص اخر زي ما نشوف برضو اشخاص او المستأمن ان هو ممكن يبقى ثلاث اشخاص لصالح الجير من الطرف الاخر اللي هو المؤمن وانا المؤمن يعني شركة التأمين بمقتضاء يؤدي المؤمن يعني بناء على هذا التعاهد المؤمن اللي هو شركة التأمين يؤدي أداء معينا عند تحقق هذا الخطر نقول تاني التعريف الفني مرة واحدة بقى كده بدون ترجمة عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين المؤمن له نظير دفع قسط على تعاهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر اللي هو المؤمن بمقتضاه يؤدي المؤمن أداء معينا عند تحقق خطر معين ده اسمه التعريف الايه الفني واللي فات اسمه التعريف القانون نقطة تانية اللي هتكلم عنها ما يميز التعريف الفني طب طب لما تبلقي العقد التأمين اللي تعريفين طب الميزة في التعريف الفني هنشوف ما يميز التعريف الفني رقم واحد ما يميز التعريف الفني ودي من النقاط المهمة جدا أنه ينطبق على نوعي التأمين التأمين لنعين في تأمين من الأضرار وتأمين على الأشخاص دأمين من الأضرار اللي هو الحوادث والحريق وما إلى ذلك والتأمين على الأشخاص اللي هو التأمين على الحياة والتأمين من الإصابات وما إلى ذلك يبقى التعريف الفني ينطبق على النوعين أما التعريف القانوني لا ينطبق على النوعين نمرت 2 أبرزة اللي هو التعريف الفني جنبا إلى جنب العناصر الفنية والقانونية يعني شامل هنا اتكلم في العناصر الفنية اللي هو نوع المستفيد أو التعاهد نوعه إيه والكلام ده كله بالإضافة للعناصر القانونية اللي هي عناصر العقد اللي احنا بنتكلم عنها في العقود من ساعة ما بدأنا مع بعض القانون المدني الفارق الثالث أو ما يميز التعريف الفني أبرز أن التأمين عملية لا يمارسها إلا مشروع منظم على أسس فنية مشروع منظم يعني شركة زي ما نشوف دلوقتي برضو اللي هو منتكلم على أطراف التأمين إنه لازم تكون شركة مساهمة ومؤسسة ومنظمة يبقى عندي ثلاث حاجات بتميز التعريف الفني أنه ينطبق على نوعية تأمين بيبرز الجوانب أو العناصر الفنية والقانونية نبرد ثلاثة بيبرز أن التأمين عملية لا يمارسها إلا مشروع منظم على أسس فنية طيب إيه خصائص عقد التأمين إحنا كده خدنا إيه خدنا التعريفين التعريف القانوني والتعريف الفني وخد ما يميز التعريف الفني لازم دائما كده وإحنا ماشيين واحدة واحدة نشوف إن القاتل اللي إحنا أخدناها علشان ما فيش حاجة تقع مننا وإن كل نقطة نعد عليها نكون فهمناها نكون استوعبناها وكون شرحناها بشكل مبسط ومفصل لولدنا طيب إيه بقى خصائص عقد التأمين زي ما شفنا خصائص عقد الإيجار وزي ما شفنا خصائص عقد البيع هنشوف خصائص عقد التأمين ونجد فيه تشابه تشابه ما بين هذه الخصائص وفيه حاجات تميزه لإن عقد التأمين عقد مختلف وزي طبيعة مختلفة أول ميزة عندي عقد الرضائي عقد البيع عقد الرضائي عقد الإيجار عقد الرضائي عقد التأمين عقد الرضائي ولكن فيه تفصيلة شوية فبنقول فهو ليس من العقود الشكلية العقود الشكلية اللي بتحتاج شكل معين زي عقد الهبة وعقد وما إلى ذلك فهو ليس من العقود الشكلية ولا يشترط ضرورة الكتابة يعني عقد التأمين لا يشترط فيه الكتابة ولا يعتبر عقدا عينيا بل يكفي فيه توافق الإجاب والقبول إذن عقد التأمين أول ميزة أو أول خاصية من خصائصه أنه عقد رضائي وليس عقدا شكليا فبالتالي نقدر نجاوب عليها فأكمل نقدر نجاوب عليها في صح وغلط نقدر نجاوب عليها في توصيل وما إلى ذلك غالبا الخصائص إذا جت لوحدها بتيجي في شكل أسئلة موضوعية وإذا جت على بعضها بتيجي في شكل أسئلة مقالية يعني هتذكر بقى الخصائص إيه كلها دي الخاصية رقم واحد الخاصية رقم اتنين أنه عقد ملزم للطرفين أنا عندي طرفين في عقد التأمين المؤمن والمؤمن له أو المستأمن والمؤمن عرفنا المستأمن اللي هو الشخص والمؤمن اللي هو الشرك فبنقول عقد التأمين ملزم للطرفين لأنه من عقود الملزماء للجانبين فهو يلزم المؤمن المؤمن له بدفع الأقصات لهو الشخص هيدفع الأقصات وزي ما نشوف بعد كده الأقصات بتتدفع إزاي ويلزم المؤمن لهو الشركة بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر يعني أنا كشخص رايح أعمل تأمين يبقى أنا ملتزم أن أدفع الأقصات اللي احنا نتفق عليه طب الخطر حصل أو الكارثة حصلت الشركة ملزمة هي كمان أن تتعوضني عن هذا الخطر أو هذه الخسارة التي حدست فبالتالي ملزم للجانبين وليس لجانب واحد الخاصية الثالثة من خصائص عقد التأمين أنه عقد مستمر الكلمة دي شفناها فين قبل كده شفناها في عقد الإيجار لأن عقد الإيجار ليس عقدا وقتيا وعقد التأمين ليس عقدا وقتيا طب إيه اللي كان عقد وقتي؟ عقد البيع عقد البيع بيمبرم وينتهي في نفس اللحظة بمجرد توافق الإجاب والقبول بين البائع والمشتري لكن عقد الإيجار وعقد التأمين يستغرق تنفيذه وقتا يعني ممكن يبقى سنة سنتين ثلاثة حسب الاتفاق ممكن عشر سنين خمس واشر سنة حسب الاتفاق فبالتالي الزمن هنا يعتبر عنصر عنصر في تنفيذ عقد الإيجار وعقد التأمين اللي هو موضوع درسنا النهاردة فهو عقد زمنية طيب إيه بقى اللي موجود في عقد التأمين باعتبار عقد زمني مستمر من النواحي القانونية من النواحي القانونية لسه من النواحي الفنية يترتب على ذلك ايه واحد ليس للفسخ اثر رجعي بمعنى اذا عقد التأمين فوسخة مالوش اثر رجعي بمعنى ان الاقصاد التي دفعت خلاص تسقط من على المؤمن فهو بالتالي او المستأمن فبالتالي لا يستطيع او لا يحق له بالمطالبة به ما ينفعش يقول للشركة انت فسخت العقد فانا عايز الاقصاد بتاعتي لا عقد التأمين فقلنا اذا ترتب على فسخي انه ليس له اثر رجعي يعني لا ينطبق على الماضي خلاص فبنقول ليس له للفسخ اثر رجعي فليس للمؤمن له لو الشخص ان يطلب ان يرد الاقصاد التي دفعها في حالة فسخ العقد ممكن تيجي صحي وغلط ممكن يجي سؤال مقالي على بعضه يقولك تكلم عن خاصية ان عقد تأمين عقد مستمر النقطة التانية باعتبار ان عقد تأمين عقد مستمر القوة القاهرة التي تؤدي الى انفساخ في فرق بين الفسخ والانفساخ الفسخ هنا بيكون بناء على طلب احد اطراف العقد اما الانفساخ هنا بيبقى بقوة القانون بسبب قوة قاهرة بقوة قاهرة زي ما نشوف دلوقتي يعني ايه بقوة قاهرة فقد يهلك المثال بيوضح دائما بقول ايه ان المثال يوضح الفكرة الفكرة ممكن تكون غامضة فالمثال يوضح فندي المثال بنقول فقد يهلك الشيء المؤمن عليه بحادث غير التي تضمنها شركة التأمين ازاي مستر كمان يؤمن على منزله ضد الصرقة ثم يهلك المنزل نتيجة الحريق يعني واحد راح امن على بيته او على ما يملكه ضد السرقة طيب يبقى هنا الشرك بتضمن ايه بتضمن السرقة لو حصل سرقة هتعوض الشخص المؤمن او لطالب التأمين طيب هنا البيت ولع يعني حرق هنا في الحالة ديت بينفسخ العقد لان المحل نفسه اصبح غير موجود وده بنسمي انفساخ لا بارادة الشركة ولا بارادة طالب التأمين فهنا بنقول ان القوة القيرة التي تؤدي الى انفساخ العقد بقوة القانون زي المثال اللي احنا ضربنا دلوقتي ان الحادث او الشيء يهلك بسبب غير غير السبب اللي كنت راح امن علشان الخاصية الرابعة عقد التأمين عقد ازعان الخاصية دي تميز عقد التأمين عن عقد البيع وعقد الاجار عقد البيع عقد ليس من عقود الازعان يعني انا راح اشتري حاجة فاقدر افاصل مع البائع زي ما انا عايز او البائع لا يجبر بيبيع بسعر معين بيفرض سعر وكذا بيبقى فيه تفاوض اه لكن مفيش ازعان ازعان يعني اجبار ازعان يعني اجبار عقد الاجار نفس الكلام مفيش ازعان يعني اقدر اقجر حاجة لو عجبتني بقى اقجرها نفس الكلام المؤجر بيفرض شروطه ولكن موافقش طرف تاني خلاص لكن عقد التأمين من عقود الازعان وعرفنا قبل كده في سنة تانية من انواع العقود وعقود الازعان ان فيه طرف بيزعن الطرف الاخر يعني بيفرض شروطه عليه فبالتالي هنا بالمنطق او كده زي ما احنا نتخيل ان الله يزعن هو شركة التأمين يعني شركة التأمين بتفرض شروطها على طالب التأمين فبالتالي هنا بنعتبر ان عقد التأمين من عقود الازعان يعني طالب التأمين ما يقدرش يفرض شروطه على الشركة ولكن هذا برضو الاستثناء داما في القانون كل قاعدة او غالبا بيش دايما بيبقى فيه استثناء فنشوف دلوقتي القاعدة ونشوف الاستثناء القاعدة عندي ان عقد التأمين عقد ازعان بنقول يفرض الطرف القوي اللي هو المؤمن المؤمن خلاص يعني شركة التأمين يا جماعة شروطه على الطرف الضعيف اللي هو المؤمن لا فتع عقد التأمين إنت لما قلت إزعان بيبقى فيه طرف قوي وطرف ضعيف يعني من حيث الموقف القانوني مش قوي وضعيف يعني عضلات إلا أن القانون وضع قواعد تحمي المؤمن له دايما في عقود الإزعان القانون برضو بيحمي الطرف الضعيف اللي هو المؤمن له هنا في عقد التأمين إيه هي القواعد دي؟ واحد أو ألف إذا تضمن العقد شروطا تعصفية تعصفية يعني هو زي التعصف في استقدام الحق اللي كانت نفسنا أولى في القانون التجاري يعني استقدم حقه بشكل دور الطرف الآخر بما لا يعود علينا بفائدة أصلا إذا تضمن العقد شروطا تعصفية جاز للقادي أن يعدل هذه الشروط يعني بعد ما اعمل العقد مع شركة التأمين حسيت أن في شروط تعصفية فيما يتعلق بشروط ضمان الخطر أو فيما يتعلق بالأقصات أو بمواعدها وما إلى ذلك فعلى طول ألجأ للقادي اللي هو يعتبر ولي الأمر في هذا الشأن وقوله أن أنا بعترض على هذه الشروط إذن فالقادي القادي يحق لو تعديل هذه الشروط ممكن تيجي صح وغلط هل يجوز للقادي تعديل الشروط في عقد التأمين يجوز طبعا لأن عقد التأمين من عقود الإزعان إذا وجد بيه شروط تعصفية وطبعا ده يرجع للقادي الموضوع ولسهل أحد رقابة عليه دي نقطة النقطة الثانية اللي بنحمي فيها الطرف المزعن اللي هو الطرف الضعيف اللي هو طالبي التأمين يفسر الشك في عقود الإزعان دي قاعدة قانونية يفسر الشك في عقود الإزعان لمصلحة الطرف المزعن الطرف المزعن يعني الضعيف يعني المقصود بهنا المؤمن له أو طالب التأمين يبقى أنا عندي قاعدة إن عقد التأمين من عقود إيه؟ الإزعان وإيه بقى الحماية القانونية للطرف المزعن اللي هو الطرف الضعيف حاجتين إذا تضمن العقد شرطا تعصفيا جازة للطرف الضعيف أن يلجأ للقادي خلاص والقادي يقدر يعدلها الحالة التانية لو فيه شك في توضيح شرط معين على طول على طول القادي هيفسروا لمصلحة الطرف المزعن اللي هو الطرف الضعيف طالب التأمين أو المؤمن له أما الخاصية الخامسة من عقود التأمين ودي برضو خاصية تميزه عن العقدين السابقين لو عقد البيء وعقد الإجار إيه هي؟ إن عقد التأمين عقد احتمالي يعني عقد احتمالي عقد البيع عقد محدد رايح أشتري حاجة بعشر جنيه فأنا بأدفع العشرة وبأخذ الحاجة محدد عرف التزامي والبقى عرف التزامه عقد الإجار برضو عقد محدد بأدفع الإجار كل شهر وصاحب البيت أو صاحب العربية المأجرالي عرف التزام لقنا عمد التأمين إحنا بدأنا مش عارفين الكارسة هتحصل إمتى فأنا مش عارف هدفع كم قصد والشركة مش عارف هتدفع التعايد إمتى أو التعاهد إمتى أو المقابل المالي إمتى وهكذا فعشان كده اسموا إيه؟ عقد احتمالي لأنه كل طرف مش عارف التزامه هيقف إمتى أو هيبقى قد إيه فتفسير هذا الشرط بنقول لأن كل طرف لا يعلم مقدار ما يعطي ولا مقدار ما يأخذ فالأمر مطلوق للصدفة فعلى سبيل المثال فأيزا أحد الأشخاص مثلا أمن على حياتي فهو مش عارف هيموت إمتى ممكن بعد ما يأمن بعد شهر يموت بعد عشرين سنة يموت فبالتالي ممكن يدفع است واحد ممكن يعود عشرين سنة يدفع أقصى وكذا فعشان كده بنقول عقد إيه؟ احتمالي الخاصية الستة في عقد التأمين برضو ودي ما تميزه أن عقد التأمين من عقود حسن النية حسن النية المقصود بهنا أن الشخص راح يتعاقد وفي نيته أنه عايز يحمي نفسه عاوز يحمي ممتلكات ومش عايز الكرسى تحصل عشان كده هو راح يحميها بيأمن عليها يعني بيحميها أو عاوز أن لو الكرسى حصلت ما يوعوده فبالتالي فمن حسن النية من دلائل حسن النية أن المؤمن له لو الشخص طالب التأمين يعني بتحقيق الكارسى بنفسه يعني ما يقومش بالكارسى يعني واحد راح يأمن على حياته ما ينتحرش لو انتحر هنا ينتفع على طول التزام يسقط تعهد الشركة واحد راح يأمن على مصنعه ضد الحريق هو اللي ولع في المصنع ده يعتبر من أعمال سوء النية فبالتالي يسقط تعهد والتزام شركة التأمين لإذن من باب حسن النية أن الشخص مش هو اللي بنفسه يحقق الكارسى يعني ما تكونش وقفة على إرادته الشخصية وعليه وعليه أن يمتنع عن كل أمر يؤدي إلى وقوع الكارسى يعني ياخد باله أو ما يقعش في المحزور علشان يقدر يستفيد بالمقابل أو التعهد اللي الشركة تعهدت به في أول إبرام عقد التأمين دي القصية رقم ستة أن عقد التأمين من عقود حسن النية وحسن النية هنا المقصود بأكتر المؤمن له مش الشركة المؤمن له اللي هو اللي في أيضه الموضوع إن الخطر يحصل أو ما يحصلش نيمت故 7 التأمين عقد معاوضة كلمة عقد معاوضة إن كل طرف يأخذ لم يعطي كل طرف يأخذ لم يعطي كل طرف أن يأخذ من قابل لم يعطيه للطرف الآخر حتى ولو لم يقع الخطر المؤمن منه يعني حتى في نهاية مدة عقد التأمين أنا مثلاً عامل عقد تأمين مدته عشرين سنة وملتزم بدفع الأقصاد المدة انتهت خلاص الشركة ملتزمة شركة التأمين بدفع التعهد اللي هي التزمت به حتى لو لم التعهد ايه ما حصلش لأنه خلاص أنا التزمت بدفع الأقصاد عشان كده بنقول أنه من عقوده المعاوضة احنا عندنا برضو خذنا في سنة تانية أن من أنواع العقود عقود معاوضة وعقود تبرع عقود المعاوضة يعني كل طرف يعود الطرف الآخر أما عقود التبرع طرف واحد فقط هو اللي بيتفع والطرف الثاني هو اللي يأخذ زي عقد الوصية يعتبر تبرع عقد الهبة يعتبر تبرع لكن البيع والإيجار والتأمين تعتبر كلها عقود معاوضة ده برضو من الشروط المتشابهة مع عقدي البيع والإيجار أطراف التأمين زي ما شفنا برضو في عقد البيع أطراف عقد البيع البيع والمشتري وزي ما شفنا في عقد الإيجار أطراف عقد الإيجار المؤجر والمستأجر أطراف التأمين فيها تفصيلة إحنا في عقد الإيجار سهلة المؤجر اللي هو مالك الشيء البائع مالك الشيء والمشتري اللي بيدفع التمن لكن عقد التأمين عقد فني أكتر منه بالإضافة أنه عقد طبعا قانوني أطرافه اللي هو المؤمن والمؤمن له كل شخص فيه لتلات صفات هنتكلم الأول عن الطرف اللي هو الأساس بس عندنا اللي هو المؤمن اللي هو شركة التأمين هنتكلم عن أطراف التأمين المؤمن تعريفه شركات التأمين ووكلاؤها كل شركة ممكن يبقى لها وكيل مثلا في المحافظات أو في المدن وما إلى ذلك ولابد ولابد يشترط يعني أن تكون شركة مساهمة خدنا أنواع الشركات في سنة تانية في القانون التجاري وعارفين يعني شركة مساهمة 51% من رأس مالها مملك للمصريين يعني ممكن يكون فيه أجانب لكن ما يملكه من أسهم أو أنصبة في هذه الشركة أكتر من نص يكون للمصريين 51% أو ما يزيد لكن ما يقلش عن كده ومرخص لها من قبل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين يبقى هنا دقيقة فيها شرطين إنها تكون شركة مساهمة ويكون الأنصبة اللي فيها 51% الشرط التاني في التعريف ده هو عد بتاع المؤمن إنه يكون واخد ترخيص من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين طب أنا عايز أتعاقد عشان أعمل بوليسيت أو عقد تأمين التعاقد بيتم عن طريق واحد ده أول صورة بقى من صور المؤمنة أنا لسا إليك من شوية إن المؤمن ليه ثلاث صور الصورة الأولى الوكيل المفوض الوكيل المفوض بتكون لي سلطة مطلقة زي الشركة بالزبط في التعاقد دون الرجوع للشركة بمعنى يقدر يعدل شروط التعاقد بما يوفيد أو بما يدور الشركة عنده سلطة مطلقة يبقى الوكيل المفوض بيتعاقد بالزبط زي الشركة ولو السلطة في التعاقد بأي شروط مع المؤمن لا ده الطرف الأولاني أو الصورة الأولى من صور المؤمن أما الصورة الثانية المندوب ذو التوكيل العام المندوب ذو التوكيل العام ده أقل سلطة الفرق ما بين كل صورة من صور المؤمن هو السلطة بتاعها فبنشوف المندوب ذو التوكيل العام له سلطة التعاقد نيابة عن الشرك هيتعاقد نيابة عن الشرك بشروط التأمين العام بمعنى يعدل الشروط بما يفيد المؤمن بس يعني يقدر يعدل في الشروط بما يفيد الشرك ولا يفيد ما يفيدش المؤمن له يعني إذن هنا في فارق بين الوكيل المفوض اللي احنا قلنا من شوية أنه سلطته مطلقة يعدل الشروط سواء بالإجابة أو بالسلبة أما المندوب ذو التوكيل العام مع توكيل العام من الشركة يتعاقد ولكن فقط يعدل شروط بما يفيد الشركة الطرف التالت أو الصورة التالتة من المؤمن وهو السمصار عرفنا عرفنا أن السمصار زي ما أخذنا في سنة تانية هو مجرد وسيط فقط السمصار في أي مجال في أي مجال هو مجرد وسيط فقط بين طرفي العقد يعني لو هتشتري في سمصار هو الوسيط بين البيع والمشتري لو هتأجر هو الوسيط بين المؤجر والمستأجر في شركة التأمين هو الوسيط بين المؤمن والمؤمن له إذن ليس له سلطة إبرام العقد ولكن وبيبحث عن الراغبين في التأمين وبعد التعاقد بيقوم بتسليم الوسيقى للعمل أحيانا كده لقيت جالنا اتصال تلفوني أي أستاذ فلان أنت عندك ولادك عزين الأمن عليهم عندك عربيتك ده بيبقى غالبا سمصار بيبقى بيدور هو بيدور بيبحث عن من يتعاقد مع الشركة ولكن هو ما بيتعاقدش هو بس بيقربك أو بيعرفك للشركة وهو فقط مجرد وسيط ده كده الطرف الأولاني اللي هو المؤمن وشوفنا الثلاث صور بتروح هنشوف بقى الطرف التالي ما يعادي فيه طرفين احنا قلنا الطرفين بتعادي التأمين المؤمن وخلصناه هنشوف المؤمن له برضو ليه تلات صفات أول صفة صفة طالب التأمين يعني أنا اللي روحتي الشركة وقلت لا عاوز أعمل تأمين يبقى دي أول صفة الصفة التانية صفة المؤمن له وهو المهدد بالخطر يعني ممكن أكون أنا بطلب تأمين وبأمن على نفسي من الإصابة أو ممكن أكون بطلب تأمين وبأمن على حد من ولادي يبقى أنا المؤمن له حد تاني هنشوف دلوقتي إمتى تجتمع التلات صفات وإمتى تفرقه وإمتى تجتمع صفاتين وهكذا يبقى الصفة الأولى صفة طالب التأمين الصفة التانية صفة المؤمن له اللي هو المهدد بالخطر اللي احنا بنأمن عليه يعني الصفة التالتة صفة المستفيد يعني قد يكون هو المستفيد يعني المؤمن له قد يكون هو المستفيد يعني لا ياخد التعاهد بتاع الشرك يبقى إذن المؤمن له له كم صفة هنشوفهم تاني مع بعض ألف صفة طالب التأمين به صفة المؤمن له وهو المهدد بالخطر جيم صفة المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التأمين طيب هنا القصة دي تقولنا قد يجتمع الثلاثة مع بعض وقد يتفرق بنقول قد تجتمع هذه الصفات الثلاث في شخص واحد مثال عشان نفهم كمان يطلب التأمين وهو المؤمن له وهو المستفيد نوضح أكتر مثال من يؤمن على نفسه ضد الإصابات يعني أنا نروح مثلا لعيب كورة راح يؤمن على رجليه ضد الإصابات في الحالة دي هنا هو طالب التأمين ورجليه يعني بيأمن على نفسه وهنا لو حصلت الإصابة في رجليه هو اللي يستفيد بالتعويد أو التعاعد يبقى هنا اجتمعت فيه ثلاث صفات طالب التأمين المؤمن له المستفيد دي صورة الشكل الثاني قد تجتمع صفة طالب التأمين يعني هو اللي يروح الشركة اللي هو معاوز أأمن والمؤمن له فقط يعني هو يكون طالب التأمين والمؤمن له فقط كمان يؤمن على حياته لصالح شخص آخر اللي هو المستفيد يعني انا روح اؤمن على حياتي يبقى انا طالب التأمين وانا المؤمن له اللي هي حياتي بس لما اموت التعويد بلاش تعويد التعهد بتاع الشركة هيبقى للشخص اللي انا حدده قد يكون زوجتي او اولادي او ابويا او امي يبقى هنا فيه صفاتين اجتمعوا في شخص اللي هو طالب التأمين والمؤمن له وصفة راحقة للشخص الثالث اللي هو المستفيد تاعمل الاحتمال الاخر قد يكون المؤمن له والمستفيد شخص اللي أنا بأمن عليه والمستفيد شخص اللي هو ياخد الفلوس أو المقابل شخصاً واحداً على سبيل المثال كمن يؤمن عن حوادث السيارة لمصلحة من يقده تشوف كده بولك تأمين سواء بنسمعه كتير جداً على من يؤمن على حوادث السيارات لمصلحة من يقده ولا يكون هو طالب التأمين ولا يكون هو طالب التأمين يبقى دي الصور بتاعة المؤمن له وشفنا الاحتمالات بتاعة إن الثلاث صفات تجتمع في شخص واحد أو تجتمع صفة طالب التأمين والمؤمن له في شخص واحد أو قد تجتمع صفة المؤمن له والمستفيد في شخص واحد دول كده أطراف عقد التأمين المؤمن والمؤمن له المؤمن ليه ثلاث صور والمؤمن له ليه ثلاث صور قد تجتمع وقد تختلف طيب وقد تتفرق الصفات الثلاث كمن يؤمن على حياة شخص لمصلحة شخص ثالث واحد يروح يؤمن على حياة ابنه لمصلحة أم يبقى هنا طالب التأمين اللي راح يأمن المؤمن عليه اللي هو ابنه واللي هيستفيد اللي هو الام او ما الى ذلك يعني عندي هنا ثلاث ايه اطراف في هذه الحالة بيمثلوا المؤمن له ملحوظة ملحوظة المقصود بالمؤمن له دايما دايما هو طالب التأمين يعني الغالب ان المقصود بكلمة المؤمن له يعني الشخص اللي راح طلب التأمين من شركة التأمين النقطة اللي بعد كده اللي عندي اللي هي اركان عقد التأمين ده الترتيب اللي احنا ماشيين بالمنهل تعريف خصائص أطراف أركان خدنا التعريف فني وقانوني خدنا الخصائص السبع خصائص خدنا الأطراف المؤمن والمؤمن له ثلاث صور هنا نخش على إيه الأركان شفنا في أركان عقد البيع وأركان عقد الإيجار الرضا والمحلوة سبب في البيع الرضا والمحلوة سبب في الإيجار عقد التأمين برضو علشان هو عقد مميز وعلشان هو عقد يختلف وعلشان هو عقد فني أركانه هتختلف شوية عن عقدي البيع والإيجار إبقى أول ركن عندنا من أركان عقد التأمين الخطر المؤمن منه. الخطر المؤمن منه زي ما شفنا ضربنا عليه أمسلة كتير ممكن يكون الوفاة أو الحريق أو السارقة أو الحوادث. إبقى دا الخطر اللي أنا هحدده في عقد التأمين دا الركن الأولان طبعا دا مش موجود. لا في عقد البيع ولا في عقد الإيجار. إحنا شفنا أركان عقد البيع والإيجار متشابه في المسميات لكن هنا بنتكلم في حاجات جديدة جدا بتميز عقد التأمين نمرت اتنين قسط التأمين قسط التأمين اللي هو القسط الملتزم او المبلغ الملتزم بالمؤمن له المستأمن يعني اللي بيدفع القسط سواء شهري او ربع سنوي او نصف سنوي او قد يكون دفع واحدة اللي هو المؤمن له المستأمن ده الركن الرقم اتنين الركن الرقم ثلاثة مبلغ التأمين اللي هو التعهد بتاع الشركة طيب انا دلوقتي رايح هدفع عائسة معين والشركة قالت لي التعهد بتاعنا او المبلغ اللي هتاخده قد كده ده يعتبر ركن من اركان عقد التأمين يبقى ركن الاولاني الخطر المؤمن منه ركن التاني قسط التأمين ركن التالت مبلغ التأمين نخش على الركن الرابع اللي هو المصلحة دي مهمة جدا شركة التأمين استحالة استحالة تقبل العرض بتاعك بعمل وصيق التأمين لو مالكش مصلحة يعني انا مثلا اروح اقامن على حياة واحد ما عرفوش ليه لاني ماليش مصلحة انه يعيش او يموت اروح اقامن على العربية بتاعت شخصي تاني ليه ماليش مصلحة انها تفضل ولا تتحرق او تتسرق وهكذا يعني ليا مصلحة في ان الحاجة ما يحصل لهاش الكارثة اللي انها خطر منها اقامن على حياتي حياة زوجت حياة اولادي اقامن على عربية اقامن على شئتي ليا مصلحة ان الخطر والحادثة لا تحصل فده يعتبر اهم ركن في عقد التأمين علشان الشركة تقبل يبقى عندي اربع اركان ركن الاولاني الخطر ركن التاني القسط ركن التالت التعاهد او مبلغ التأمين الركن الرابع اللي هو المصلحة دول الاربع اركان بتوع عقد التأمين طيب مراحل ابرام عقد التأمين عقد التأمين مش هروح الشركة اعود ومضي العقد وسلامه عليكم لا بيعدي باربع مراحل زي ما هو واضح قدامنا على الشاشة واحد طلب التأمين عارفين الابليكيشن لما تروح كده تتقدم في وظيفة او حاجة بيديك ابليكيشن مطبوع تبدأ تكتب بياناتك والوظيفة بتاعتك هنا بالنسبة للتأمين الشركة بتديك ورقة مطبوعة فيها شوية استفسارات هي بتطلبها منك المجرد ان هي تعرف انت عاوز تأمين على ايه وتعرف المبلغ اللي انت هتقدر تفعه ايه وصفة الشخص اللي انت هتأمن عليه او علاقة تكبية او اذا كنت هتأمن على نفسك مجموعة بيانات بتكتبها في طلب التأمين دي المرحلة الاول المرحلة التانية اسمها مذكرة التغطية المؤقتة ودي بتبقى في حالة ان الشركة وفقت بس لسه الوثيقة النهائية ما تلعيدش فانت عاوز تأمن نفسك في الفترة دي فتبديك مذكرة التغطية مؤقتة وهنشرحهم طبعا بتفصيل المرحلة التالتة وثيقة التأمين اللي هو العقد نفسه عقد التأمين بقى اللي هي الوثيقة الرسمية بالتأمين المرحلة الرابعة اللي هي ملحق وثيقة التأمين يعني لو عدلنا الشروط يعني حصل بعد ما عمنا الوثيقة حدث تعديل لسبب ما في الشروط يجوز هذا الملحق بيبقى يعتبر الجزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين بس اسمه ملحق وثيقة التأمين هنتكلم على المرحلة الاولى طلب التأمين طلب التأمين بيكون بناء على طلب الشخص او بناء على اقناع الوسيط له باهمية التأمين بقى المؤمن مش هنقول المستأمن لسه ما يسموش مستأمن مستأمن لما العقد يتعمل او الوثيقة هنقول يكون بناء على طلب الشخص او بناء على اقناع الوسيط لو السمصار له باهمية القانون التأمين ويكون على شكل أسئلة تقدمها الشركة إلى طالب التأمين وتطلب منه الإجابة عليها يعني حسب طبعا نوع التأمين له وإمن على حياته أو على عربيته أو على شقيته أو على مصنعه هنا الأسئلة أكيد هتختلف حسب هو عايز يؤمن على إيه وعلاقته به يبقى طلب التأمين بيكون بناء على طلب الشخص اللي هو عايز يعمل تأمين الطبيعة القانونية طلب التأمين طلب التأمين دي عقد هل هو تواعد بالعقد أو بواعد بالعقد زي ما خدنا في سنة تانية هنشوف طلب التأمين طبيعته بتختلف حسب الطرف المؤمن أو المؤمن له اللي هو المستعب بالنسبة للمؤمن اللي هو الشركة المؤمن اللي هو إيه الشركة طلب التأمين لا يلزم المؤمن اللي هو شركة التأمين ولا يعتبر إيجاب فهو وسيلة أساسية لتجميع البيانات اللازمة لتقدير مدى مناسبة إصدار إيجاب من عدمه يبقى أنا لما رحت الشركة ولتنهم عايز أأمن أو لتفضل للطلب ده حضرتك إملا هلنا لما تديني الطلب مش معنى هي وفقة لا هي بتجمع بيانات بتجمع إيه بيانات لا يعتبر إيجاب احنا عندنا التعاقد إيجاب وقبول لا لا يعتبر إيجاب من الشركة بس بتجمع بيانات وبناء على هذه البيانات اللي هتاخدها هتاخد قرار بقاء أو لا أو زي كانت هتتعدل بعض الأمور طيب بالنسبة لطالب التأمين طيب إيه طبيعة طلب التأمين بالنسبة لطالب التأمين لو الشخص بقى هو مجرد دعوة للتعاقد مش عقد بدعو يا شركة اتعادي معي أنا عاوز أعمل عقد تأمين على كذا بدعوها بدعوها مجرد دعوة للتعاقد بعد تقديم البيانات للشركة لمعرفة موقفها يعني هتوافق أو أترفل طيب إيه أهمية طلب التأمين عند إبرام العقد خلاص بقى يعني الشركة وفقت فالبيانات التي قدمها طالب التأمين اللي هو الشخص تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد حركة ديتنا بيانات المصنع اللي انت هتأمن عليه يبقى البيانات دي هي هي اللي هتكون في الوثيقة النهائية منفعش نعدل بقى خلاص لمن احنا وفقنا على اللي انت قدمته لنا في طلب التأمين ووفقنا على البحث اللي احنا عملناه على مدى مصداقية هذه البيانات فبالتالي هذه البيانات تتبقى جزء من وثيقة التأمين وسقوط المؤمن لا يعتبر قبولا هنا بقى ما ننفعش بقى ان نقول السقوط على لم ترد لا ان الشركة لو سكتت ما ردتش عليك مش معناه انها قبلت ممكن تكون رافضت او قبلت لكن لا يعني القبول نقطع بعد كده بيانات الوثيقة طيب وثيقة التأمين بقى ايه بياناتها واحد اسم طالب التأمين ومحل اقامته وسنه اذا كانت تأمين على الحياة يعني انا راح اعمل تأمين فبقول اسمي كذا 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 ومحل اقامته كذا والسن خصوصا لو تأمين على الحياة تفرق طبعا طبعا الامار بتاعت ربنا سبحانه وتعالى تفرق اذا كان بيأمن على حياته ده شاب صغير او راجل كبير او راجل متوسط العمر الشركة عندها كده حاجة احصائية دخل في الاحصاء بتحسب بيها التعاهد بتاعها والقصد اللي هترك اتنين الخطر وطبيعته بعد ما قلت اسمك وعنوانك وسنك الخطر وطبيعته راح اامن ضد خطر الحريق او السرقة او الوفاة او الحوادث طبيعته هنشوف بعد كده طبيعته اذا كان معين او غير معين وما الى ذلك تلاتة القصد وموعد استحقاقه بتكتب في الوثيقة بتاعت التأمين القصد قد ايه حسن ما يتفقه المبلغ القصد اللي هيدفعه المؤمن له موعد استحقاقه هل هي شهرية هل هي ربع سنوية هل هي نصف سنوية او جملة واحدة اربعة مبلغ التأمين مبلغ التأمين اللي هو التعاهد اللي الشركة تعهدت به عند ابرام العقد لها حد اقصى الا التأمين من الاضرار مبلغ التأمين ليه حد اقصى الا التأمين من الاضرار لان التأمين من الاضرار زي ما نشوف الشركة بتلتزم بتأمين او تعويض الدرار بس يعني قد يكون أقل من قيمة المبلغ اللي احنا تفقنا عليه بل الشركة هتعوض الضرر بس وكذا نمرت خمسة تاريخ توقيع الوثيقة يعني وقعناها إمتى بيكتب التاريخ نمرت ستة البيان السادس تاريخ نفاذ الوثيقة في الغالب بيكون تاريخ توقيع الوثيقة هو تاريخ نفاذ الوثيقة ولكن قد يختلف يعني ممكن أوقع الوثيقة النهاردة على أن تبدأ من شهر ستة أو شهر خمسة القادم زي ما شفنا في عقد الإيجار عقد الإيجار ممكن أعمل العقد النهاردة بس مثلا هيبدأ من الشهر القادم عادي بيبعندي تاريخين تاريخ توقيع وتاريخ نفاذ نفس الكلام في عقد التأمين عندي تاريخ نفاذ وعندي تاريخ توقيع ممكن يكونوا في نفس التاريخ وممكن يختلفوا ما عنديش أي مشكلة نمرت سبعة مدة العقد نكتب العقد مثلا مدة عدة إيه ده بيكون بالاتفاق بين الشركة وبين طالب التأمين مولحق الوثيقة شفت من شوية كنا بنتكلم على مراحل التأمين كنا نتكلمنا عن حاجة اسمها ملحق الوثيقة خلاص الوثيقة اللي هو العقد النهائي اللي الشركة بتطلعه مطبوع لطالب التأمين ملحق الوثيقة أي إضافة أو تعديل في شروط وثقة التأمين لو عقد التأمين يعني يتضمنها محرر خاص محرر يعني عقد عقد ورقي يعني يطلق عليه ملحق الوثيقة يعني بعد ما هنعدل يعني مثلا هنعدل القسط هنعدل المبلغ هنعدل المدة هغير الشخص اللي أنا بأمن عليه هأمن على شخص آخر يجوز 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 طالما بتفايل طرفين يبقى بنعمل ملحق اسمه ملحق إيه وثيقة وبيلحق بعقد التأمين مذكرة التقطية المؤقتة من ضمن الحاجات اللي أنا ذكرتها في مراحل التأمين مذكرة التقطية المؤقتة بنقول طالب التأمين يطلب من المؤمن لو الشركة يعني بيطلب من الشركة أن يعطيه تأمينا مؤقتا حضرتك على ما تطلع عصقة التأمين أنا الفترة دي مألة عايز أبقى متطمن فالشركة بتديله حاجة اسمها مذكرة التقطية المؤقتة يعني بتغطي الخطر مؤقتا حتى تصدر الوثيقة النهائية اللي هو عقد التأمين في شكله النهائي يبقى طالب التأمين قد يطلب من المؤمن أن يعطيه تأمينا مؤقتا لحين الوصول إلى قرار بشأن التأمين النهائي فهي وسيلة إثبات مؤقتة للعقد النهائي يبقى مذكرة التقطية المؤقتة وسيلة إثبات مؤقتة للعقد النهائي اللي هو وصيقة التأمين وصيقة التأمين بقى تعرفها حفظ ومهمة هي المحرر الذي يثبت عقد التأمين وتكون في شكل نمازج مطبوعة وشروط مكتوبة ولا يشترد فيها شكل قاس خذوا بالكم من التعريف بقولك هي المحرر الذي يثبت عقد التأمين العقود لا يشترد فيها كتابة على فكرة هي بس كتابة للإثبات لكن العقد قد يتم دونك كتابة لكن عشان أثبته هو المحرر الذي يثبت يبقى هنا محرر يعني ورقة ورقة بتثبت العقد ما أنا ممكن أشتري حاجة من حد نجير مكتب عقد بس عقد بيع ما كتبتوش بس عقد بيع توافرت جميع أركانه الرضا والمحل والسبب والشيء المبيع والثمن لا يشترد الكتابة أنا رحت شردت النضارة دي عملت عقد عقلش عقد بس عقد بيع لا يشترد الكتابة 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 للإثبات فقط لغير يبقى نقول تاني تعريف وثقة التأمين هي المحرر الذي يثبت عقد التأمين وتكون في شكل نمازج مطبوعة وشروط مكتوبة ولا يشترد فيها شكل خاص نقطة اللي بعد كده بقى هنخش في حتة جديدة وهو أحد أركان عقد التأمين الخطر في التأمين تعريفه مهم جدا جدا من هنا للسنة الجاي تعريف الخطر في التأمين وخصوصا لما جي كمان أعرف أنواعه أول حاجة تعريف الخطر عموما تعريف الخطر عموما هو حادث غير محقق الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة أي من الطرفين وخصوصا إرادة المؤمن له من عندي طرفين مؤمن ومؤمن له أن المؤمن له رايح أأمن ضد خطر ممكن يحصل مش متأكد أنه هيحصل ممكن يحصل وإذا كان هيحصل مش عارف هيحصل أمتى زي التأمين على الحياة الناس كلها تموت بس مش عارف هيحصل أمتى فبالتالي هنا هو خطر غير محقق الوقوع يعني ليس محقق الوقوع ولا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين وخصوصا المؤمن له اللي هو رايح يأمن على هذا أو ضد هذا الخطر وعلى ذلك شروط الخطر هي طيب يبدأ كده التعريف نخش على الشروط واحد طبعا دائما دائما في القانون بناخد الشروط من التعريفات أو الخصائص من التعريفات واحد أن يكون الخطر حادث غير محقق الوقوع فالخطر حادثة محتملة وتحققها غير متوقف على إرادة أحد المتعاقدين وشفت في التعريف قلت خصوصا خصوصا غير متوقف على إرادة المؤمن له دي أول خصية من خصائص الخطر سيدة تانية ألا يتوقف حصوله على إرادة أحد الطرفين ولذلك يبطل عقد التأمين في حالة الخطأ العمدي إحنا خدنا بقى في العقوبات السنة اللي فاتت عندنا خطأ عمدي وخطأ أجير عمدي الخطأ العمدي اللي هو الجريمة العمدية يعني في هذه الحالة مثلا واحد عمل تأمين على مصنع ضد الحريق هو اللي ولع في المصنع يبدأ اسمه خطأ عمدي فبالتالي هنا عقد التأمين يبطل على طول لأن هنا الخطر تحقق بإرادة المؤمن له ولكن يجوز التأمين ضد الخطأ الجسيم مش العمدي الخطأ الجسيم اللي هو الخطأ الشديد نقطة التانية لا يجوز التأمين ضد الخطأ العمدي ده الجرائي ما ينفعش أعمل تأمين ضد جريمة لأنها ارتكبها ممكن ترتكب ضدي ما أنا ممكن أعمل تأمين على حياتي بعد أن حد يقتلني لا هنا التأمين سليم لأن هنا قتلي أو وفاتي أو موتي لا يتوقف على إرادتي هو بجريمة ولكن بسبب شخص آخر لو الغير بنسميه الغير طيب جيم النقطة التالتة يجوز التأمين دي اللي قلت لسه بتكلم فيها في المثال دوت من خطأ الغير ولو كان عمديا يجوز التأمين من خطأ الغير ولو كان عمديا الجرائم التي تقع من الغير على المؤمن زي ما قلت من شوية لو أنا عامل لو أنا عامل بوليس التأمين أو وصيق التأمين على حياتي فبالتالي لو أنا لقتلت نفسي يعني انتحرت يبطل العقد على طول ويسقط التزام المؤمن لو تعهد لكن لو حد هو لقتلني لا يسقط التزام المؤمن والعقد سليم لأن الوفاة حصلت بسبب الجير وبسبب لا دخل اللي قرأت فيه التأمين من خطأ الجير أصبح من المستقر استقرر فقها يعني جواز التأمين من خطأ الجير العمدي لأنه لا دخل لإرادة المؤمن اللي هو في تحققه يعني يجوز أننا أأمن ضد حريق المصنع سواء هذا الحريق حصل بالخطأ أو بالقصد من الجير مش مني أأمن على الحريق ضد أمن ضد الوفاة سواء الوفاة حصلت من الجير أو بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش مني فهكذا فإذا يجوز التأمين ضد خطأ الجير العمدي العمدي لكن أأمن أنا ضد الخطر اللي هو أنا غير عمدي ويجوز التأمين قلنا ضد الخطر الجسيم الجسيم طيب تلاتة خاصة تلتة في الخطر أنه يلزم أن يكون الخطر مشروعا طبعا لأن في حاجات ما ينفعش أعمل ضد تأمين لو مخالفة للقانون أو النظام العام والأداب بنقول أنه يلزم أن يكون الخطر مشروعا غير مخالف للنظام العام والأداب بناء عليه لا يجوز التأمين من الغرامات المالية يعني شخص وقعت عليه غرامة والغرامة دي تعتبر عقوب عقوبة جنائية الغرامة تعتبر عقوبة جنائية فبالتالي ما ينفعش أعمل تأمين ضدها واحد بنى مخالف واحد ارتكب جريمة كانت عقوبة الغرامة ينفعش يروح للشركة يدفع لي تأمين ضد الغرامة لا دي حاجة حاجة التانية لا يجوز التأمين على التاجر الذي يمارس نشاطه في مجال المخدرات ليه؟ لأن المخدرات ممنوعة بنفس القانون فبالتالي لا يحق للتاجر أنه يروح يأمن ضد المخدرات لو ضاعت ولا تسرقت ولا بازت لأن أصلا هو لو راح عمل كده هيتسجن على طول نؤتمهم من جدا وسهل أولا أوصاف أو أنواع الخطر أنا عندي وصفين رئيسيين وكل وصف تحت نوعين تاني عندي وصفين رئيسيين وكل وصف تحت نوعين الوصف الأولاني الخطر الثابت والخطر المتغير الخطر الثابت تعريفه لو خدت بالكو من شاية كنت قلتلك في تعريف الخطر خطر كده بيور يعني خلص مخلص اللي احنا قلناه هنا بقى هنعرف في الخطر السابت هنا بقى بنخصص هناك كان تعريف عام ده تعريف بنخصصه اللي هو الخطر السابت الخطر السابت الذي تكون احتمالات تحققه طوال مدة التأمين ثابتة مثال خطر الحريق يبقى خطر الحريق يا جماعة خطر ثابت لانه ممكن يحصل في اي وقت تاني خطر الحريق خطر ثابت بتيجي امثلة وبتيجي اكمل وبتيجي صحيه وغلط وبتيجي اختار يقولك كده خطر الحريق يعتبر خطر ويفتح قوس او اكمل او يقولك خطر الحريق يعتبر خطر متغير. نقول له غلط. لانه خطر سابت. يجي يقول لي خطر الحريق خطر سابت. صح? زي ما كدنا في المنهة. ده الخطر السابت. النوع التاني في الوصف الاولاني. الخطر المتغير. تعريفه سهل جدا. تكون درجة تحققه متغيرة طوال فترة التأمين مثل التأمين على الحياة. لان اللي بيأمن على حياة. هو عنده عشرين سنة طبعا هنقول تاني الاعمار بيد الله. احنا بنتكلم فيه اه في المطلق. الغير اللي بيأمن على حياة عنده تمانين سنة. فهنا يعتبر الخطر متغير. والمريض الجير السليم. برضو الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. طيب. ده كده الخطر السابت والخطر المتغير. تعريفهم متاخد من الاسم. الخطر السابت. درجة تحققه سابت. طوال مدية التأمين. الخطر المتغير درجة تحققه متغيرة. طوال مدية التأمين. ده زي الحريق وده زي التأمين على الحياة. يعني الحريق تأمين سابت. التأمين على الحياة من ايه متغير ايه اهمية التمييز بين الخطر السابت والخطر المتغير هو مقدار القصط الذي يتعهد المؤمن له بدفع يبقى انا الناحية اللي انا بميز فيها بين الخطر السابت والخطر المتغير ان الشركة هتحدد القصط اللي على حضرتك قد ايه يعني اذا كان خطر سابت او غطر خطر متغير فبندي مثال لو شخص عنده عشرين سنة بيأمن على حياته وشخص عنده ستين سنة بيأمن على حياته فاستحالة هنا القسط يكون واحد شخص سليم بيأمن على حياته والشخص عنده مرض صعب بيأمن على حياته برضو القسط مش هيكون واحد فالشركة هنا بيتحدد القسط بناء على نوع الخطر هل هو ثابت ام متغير لو الخطر مثلا زي متعرض للحريق او غير متعرض للحريق بدرجة اكبر وهكذا القسط هيفر يبقى اهمية التمييز بين الخطر السابت والمتغير هو مقدار القسط نقطة اللي بعد كده عندي الخطر المعين والخطر غير المعين ده بقى الوصف التاني خلاص شفنا الوصف الاولاني الفابت والمتغير مش شفنا تعرفهم مش شفنا اهمية التفريق ما بينه الخطر المعين والخطر غير المعين برضو تعرفهم سهل جدا الخطر المعين الذي يكون محله معينا وقت ابرام العقد مثل التأمين على الحياة واحد راح يأمن على حياته هو او حياة ابنه او حياة زوجته يبقى ده اسمه خطر معين اذا التأمين على الحياة خطر معين في الوصف اللي فات كان خطر قلنا ايه ها متغير هنا خطر ايه معين طيب النوع الثاني من حيث التعيين الخطر غير المعين يبقى من حيث التعيين عندي خطر معين وخطر غير معين الخطر غير المعين تعريفه برضو سهل جدا يكون محلوه غير معين اوه ماتتقد من الاسم يكون محلوه غير معين وقت ابرام العقد مثل التأمين عن المسئولية ضد حوادث السيارات ليه فهو لم يؤمن ضد حدث معين يعني ممكن يعمل حادثة في اي وقت او في اي حتة ممكن يخش في رصيف يخش في عربية ربنا عافينا وعافيكم يا رب فده بنسميه خطر غير معين اذا التأمين على الحياة يعتبر خطر معين والتأمين ضد حوادث السيارات يعتبر خطر غير معين مهم او ان احنا نحفظ التعريف مع ضرب الامثلة لان الامتحانات بتيجي بالشكل ده تعريف وضرب الامثلة وضرب الامثلة بيبقى في شكل صح وغلط واختار التعريف بيجي في شكل مصطلح او تعريفات احنا سألت انتم بتحبوها ده النوتة اللي بعد كتبة الخطر غير معين اهمية التمييز بين الخطر المعين وغير المعين هنا بقى قلنا ايه ترجع الى مبلغ التأمين في تحديد مقداره احنا شفنا من شوية التمييز بين الخطر السابت والمتغير عشان نحدد قيمة القصة اللي هيدفعه المؤمن المؤمن له اما اهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين اللي شفنا الأمثلة اللي ضربناها عشان هتشوفها الشركة هتدفع قد إيه يبقى هنا الشركة يهمها قوي تعرف الخطر ده معين ولا غير معين عشان تحدد التعهد بتاعه اللي هو المبلغ اللي هتدفعه بالنسبة لي المؤمن له مبلغ التأمين ده كان اللي أعتقد الركني كان رقم ثلاثة من أركان عقد التأمين مبلغ التأمين أو عهدة المؤمن أولا المقصود بعهدة المؤمن ومحلها تعريف عهدة المؤمن هي ما يلزم به المؤمن المؤمن اللي هو الشرك هي ما يلزم به المؤمن عند وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن منه في تأمين الأشياء بنسميها عوض وفي تأمين الأشخاص بنسميها رأس مال تاني عهدة المؤمن ما يلزم به المؤمن لو الشرك عند وقوع الكارثة بتحقق الخطر المؤمن منه يعني الخطر ضد حريق والحريق حصل يبقى عهدة المؤمن على تدفع إذا توفرت الشروط في تأمين الأشخاص اسمه عوض وفي تأمين الأشخاص اسمه رأس مال تأمين الأشياء عوض الأشخاص رأس مال عندنا حاجة اسمها التأمين غير المحدود حتة جديدة شوية يكون فقط في حال تأمين الأضرار بنوعيه تأمين الأضرار نوعيه تأمين على الأشياء والتأمين على المسؤولية التأمين غير المحدود يعني مش عارفين الحدود وقدي إيه عشان هنحن مش عارفين الضرر هيكون قد إيه مش عارفين المسئولية اللي هي اللي انت ترتكبها وبناء عليه ببقى فيه تعويض أو فيه ضرر هيحصل مش عارفين هيبقى قد إيه بناء عليه بيكون التأمين غير المحدود بيكون في حالة التأمين من الأضرار بنوعه التأمين على الأشياء والتأمين على المسئولية ثالثا تحديد عهدة المؤمن في تأمين الأشخاص المبلغ المؤمن به وحده الذي يحدد مقدار التزام المؤمن يعني أنت روحت للشركة ولتلعز أعمل تأمين بمئة ألف جنيه يبقى هو عهدة المؤمن لمئة ألف جنيه ده اللي بنحدد به عهدة المؤمن ده في حال التأمين من الأشخاص حال التأمين الأشخاص بيبقى المعروف المقابل الدئيل رابعا عناصر تحديد عهدة المؤمن في تأمين الأضرار واحد الضرر اثنين المبلغ المؤمن به ثلاثة النسبة بين المبلغ المؤمن به وقيمة الشيء المؤمن علي وبكده أبناء وبناتي طلبت وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون الصف الثالث نكون كدنا جزء كويس محترم من عقد التأمين يتبقلنا جزء بسيط إن شاء الله نكملوه في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته